السلام عليكم النهاردة نتكلم عن موبايل جديد شركة شاومي أعلنت عنه وموبايل شاومي بوكو اكس سيكس الموبايل دوت بيقدم مواصفات ممتازة جدا مع سعر منافس قوي في الفئة المتوسطة وأقصد يعني بالتحديد بداية الفئة المتوسطة يعني سعره كويس فعايزك تركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل عن موبايل بيقدم مكيمة ممتازة جدا قصد السعر أول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل طول الموبايل دوت 161 ملي وبعرض 74 ملي وبصمك 8 ملي والوزن عمل حوالي 181 جرام والظهر بتاعه مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وبدعم تركيب شرحتنا التصال مع دعم الشباكات الفايف جي وبنسبة للصوت الخارجي فالصوت أنا بيجي استريو بقوة 24 بيت وبدعم منفذ 3.5 والبصنة بتاعته بتيجي تحت الشاشة وبيجي مع ممارية IP54 يعني مقاوم للأتربة ورزاز الماء فقط أما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع أموليد بمساحة 6.6 من 10 بوصة مع نسبة استحاس بتوصل لـ 90% وبدكة 1220 في 2712 بيكسل وبأبعاد 20 إلى 9 ومع كسافة بيكسلات 446 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بقوة إضاءة بتوصل لـ 1800 شمعة ومع معدل تحلس عالي واللي هو الـ 120 هرتز وبيدعم كمان الـ 68 مليار لون وديفعلهم كمان خاصية الـ وبيجي عليها طبية حماية من نوع كرولي غلاس فاكتوس أما بقى بالنسبة للرام مزاكرة فالموبايل دوت بيجي بـ 3 نسخ الأولى 256 جيجا مع 8 جيجا رام والتانية 256 جيجا مع 12 جيجا رام والتالتة 512 جيجا مع 12 جيجا رام من نوع UFS 2.2 وللأسف يعني مش يدعم تركيب موم ريكارد لكن انت عندك هنا أقل مساحة تخزين 256 جيجا أما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج فالموبايل دوت بيجي نظام تشغيل أندروي 13 مع واجهة MAUI 14 مع مع معالج سناب دراجون 7S جين 2 بمعمارية 4 نانو وبتردد بيوصل لـ 2 و 4 من 10 جيجا هيرتز ومعالج رسومي الدينو 710 وبنسبة ليعني المعالج دوت فده معالج جديد كليا يعتبر دوت أول موبايل يتحطي فيه المعالج دوت أولا المعالج دوت ممتاز بسبب معارية التصنيع ليه اللي 4 نانو اللي توفر معك جدا في الطاقة يعني البطارية تقعد معك وقته محترم وفي نفس الوقت مش يسخر منك بسهولة تانية حاجة أداءه كويس جدا في بداية الفن المتوسطة وده واضح من قوة الأنوية وكارت الشاشة لديك أداءه محترم من ناحة البرامج والألعاب مقابل السعر تدفعه فيه أما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجيب 3 كاميرات خلفية الأولى بدقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1 وبتدعم التثبيت البصري والكاميرا التانية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2 ودية كاميرا ألتر وايت بتصور بزاوية 118 درجة والكاميرا التالتة بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2 ودية كاميرا ماكرو وبيجي معهم فلاش LED وبيدعمه تقنية الباندراما والHDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبدقة Full HD بسرعة 60 فريم أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 16 ميجابيكسل فتحة عدسة F2.5 وبتدعم تقنية الHDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 60 فريم أما بقى بالنسبة لبقى التقنيات فالموبايل ده ويوفاي وبيلتوت من إصدار 5.2 ومعهم كامل JPS وتقنية FC والIR لكن ما فوش راديو أما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بسعة محترمة وهي 5100 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 67 وط مع شحن السرعة دي سرعة ممتزة جدا هتقدر تشحن بطارية من 0% في حوالي 44 ديئة بس أما بقى بالنسبة للألوان فالموبايل ده بيجي 3 ألوان الأبيض والأسود والأزرق وأخيرا سعر الموبايل الموبايل ده اتعلن عنه بالسعر 320 دولار يعني حوالي 10,000 جنيه مصري وده تتسعر الراسمي من غير الجماني كو الدرايب الموقت تضافة مصر وهيكون عمل في السعودية حوالي 1200 ريال سعودي وهيكون في الجزائر عمل حوالي 43,000 طنر جزائري وفي العراق يكون عمل حوالي 420,000 دولار عراكي وطبعا ديت كل حاجة عن الموبايل من ناحة المواصفات والأسعار وأنا شاف الموبايل بيقدم مواصفات ممتازة جدا مع معالج جديد كليا بديك أداء محترم وبيحافظ على البطارية والموبايل مهم بسي تنساش تعمل اللايك بسكراب وشير والسلام عليكم